لا تنسى الاشتراك في القناة ومن ثم تفعيل الجرس وايضا ادعمنا باللايك مربوط يا شيخ دي متجوز لأسبوعين بس 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 مربوط لأسبوعين يا مولاني يعني تربط بعد ما تجوز ولا مربوط لأسبوعين متجوز ومربوط لو وقت ما كان خاطب مرته ما ركع من الشيخ بس قل لي بس وقت ما كان خاطب مرته دي كانت تشوفه محمد صلاح لعيب الكورة فترة الخلوبة يعني كانت تشوفه زي محمد صلاح ايه كانت تقوله يا محمد صلاحي وبعد ما تجوز الأمور اختلفت اختلفت اختلافات نهائيا دعك للدنيا معاه وهو مش طيقها وهي مش طيقها والدنيا خربانة عم الشيخ تعالي ولدي هنا بعنزنك اه تعبت انا عم الشيخ اتعبت اتعبت وروحت لكذا شيخ يا عم الشيخ ايه اللي بيحصل معاك يا ولدي انت ايه انا ببقى ببقى كويس لا يا respondり يعني ببرا تبقى كويس اخش اخش البيت الاجب نفسي مخموق ولمش كابل ايحد وانزلِلالفي المركة اه او أبقرأ عليه شوية اي شوف يلقوه بس 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 ايه ايه بس ايه حت شوية الماء ايه الحريم الحريم هي الخارب البلاد يا مصدر يولد ايه اه امم ابيضي عم الشيخ انا شوف اصاري الموضوع ده يعني اصار عمل انا شوفه دلوقتي الحريم هي اللي بتعمل العملات يا مصدر ايه دمرة ساهلا ويقام اصاري ان كانت مئة وحده مبعا ان يخيف من ولدك ااخويا خايف لي عنية حاصل زي ما تقول الودواة سيم اه ف طبعا في بنات كثيره كانت حاطة عليها ده يوم الدخلة انا شفت يوم الدخلة لابنتها كلها بتبكي و تقول ليه بايمكن انا اه كلهم بايمكن يوم الدخلة عشان سعيد يتجوز يوم فرحوا البنات بتبكي اه يوم فرحوا اه اه مهير حريم اللي خار بالبلاد تلقى واحدة كما تطمعانة فيه تدي لابتها عملت له عمل اسمك مين؟ اسمي سعيد 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 أمك اسمها مين؟ شوقية 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 العروسة اسمها مين؟ اسمها رشا رشا وامها اسمها مين؟ نعمة نعمات اه اه في واحدة اسمها لواحز اه اه كانت عايزاك لابتها لا مش لواحز عشان ما نظلمش برده ما تدريش يا عم الشيخ مش هضاري لا اه عشان ما نظلمش حد برده هي ظهرت لواحز في الاول اه فتحية ده الحب القديم حد اه ده الحب القديم كلام عم الشيخ الصح اه اه يبقى كلامي مزبوط اه مزبوط اه لي عملالك عمل ولسقاء ورا النيش ما عندي شنيش أنا حك هم ما عندي شنيش ما عندك شنيش ما ليه باين عندي في الورج نيش لا ما عندي شنيش أنا أه ورا الانترا ما عندي ش انا ما انت جوزت على حصير ورا الدولاب ورا الدولاب فبازن الله تعالى انا هطلعلك العمل ده من ورا الدولاب ها وبعد كده دي اصلا كانت سارج الكلسون بتاعك وعملالك عمل على الكلسون نسيبة كبيرة دي ودافنا الكلسون في المقابر طبعا عشان نجيب الكلسون احنا لازم عايزين شوية بوخير وشوية حاجات كده يعني نجيب عم الشيخ اه هجيب لي الطلبات دي وتجيني بعض مقابر طب الكلسون ده ايه هسحبه سعادتك انا هسحبه طب ازاي يا ابو انت مالك اش دعوة هو ليه كلسون عندي اجيبه يا ايه في تاني ايه خسارة الشباب خسارة خسارة الشباب خسارة الشباب بص شوالدي اه هجيب لي هجيب لي هجيب لي هجيب لي ودن قرود مجففه حاضر تجمح علي بي من فين طيب دي انا انا انت افتروني فلوس انا اجيب الطلبات انت خد الفلوس و هاتط طلبات بدل ما انا حنقل نفل انا عندي ودعني قرود مجففه تمام ماشا اعشان برضو انا اتقيله ودن على كده تمام ماشا عم الشينا ودن قرد مجففه تمام ضفر ديك يتيم موجود عندك؟ قصة نملة يتيمة لازم تكون يتيمة لازم تكون يتيمة عشان نصعب عليه او تصعب علينا شعر دي رومانسي ماشي عم الشيخ ماشي خلاص انا هجيبلكم الطالبة تشعرتش بحاجة انا لا هتشعر احنا هنجيب الكلسون هتلبس الكلسون هتبقى زي عنطب باذن الله تعالى البيت هتشوفك اعماد متعب الله اكبر بس 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 خلاص 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 عشان الازان ازن ما هيسمع الازان لا ما هيقع مشي ماشي ارها مشي ارها مشي اجدوا اراهن عاد الفلود خد شباش اراهن يا عاد خذ منهم ألف ومثين ماذا؟ جول مربوض يا أخوي تبقى تشكر اللي جوزتك